إنتاج خدمة الإمام الشاطبي الدعوية لا تنسوا الاشتراك في خدمة الإمام الشاطبي الدعوية والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد كذلك من القواعد في هذا الباب قاطع الطامعي عن إدراك الكيفية قاطع الطامعي عن إدراك الكيفية ونحن نتحدث عن صفات الله عز وجل سنتحدث عن دات الله وسنتحدث عن علم الله وعن حكمة الله وعن قدرة الله وعن قوة الله وعن علو الله وعن استواء الله وعن جبروت الله عز وجل وعن خلق الله سبحانه وتعالى إذن فلا تبحث عن كيفية إياك أن تشغل بالك أو تشغل عقلك في البحث عن الكيفيات عمرك ما تقلب على الكيفية غير قطع ليأس كن آيس من هذه النحية فإنك وإن أعملت عقلك بل لو أعمل أهل الأرض كلهم عقلهم وعقولهم على أن يدركوا كنها صفة واحدة من صفة الله تعالى لما قدروا ولم استطعوا ما غدش يقدروا وما غدش يستطعوا علاش؟ لأن حقيقة صفات الله عز وجل غيب لا يعلمه إلا الله هذا المسألة أيها الإخوة والأخوات كتكون بعدها احتف المخلوقات احتف المخلوقات كن على يقين إلى جد كان حدتك على وحد المدينة كان حدتك على وحد المدينة تنقولك مثلا المدينة الفلانية بناءها كذا وصفاته هكذا وطوله هكذا وعرضه هكذا وما حدي أنا كان حدر لك على هذه المدينة وكان حدتك على هذه المدينة إلا وترسم في ذهنك صورة نمودجية لهذا الوصف الذي أعطيك طيب لكن حينما ترى هذه المدينة بعينك كن على يقين ليست مطابقة لما كنت تعتقد ولما رسم في مخيلتك إلى حدتك على شخص قلت لك واحد الشخص مثلا طوله كذا وعرضه كذا ولون بشرته كذا ولحيته كذا وثيبه كذا وانا ما حدي أنا كان أعطيك في الأوصف إلا وأنت ترسم في عقلك يعني صفة وشكلا لهذا الشخص ولكن كن على يقين حينما ترى ستجده بخلاف تماما ما كنت ترسم في مخيلتك هذا في المخلوق الذي يمكن أن ترى من جنسه شيء كثير إلا هضرت لك على مدينة عدة مدن إلا هضرت لك على إنسان أنت اشتي وحد عدد دي الناس هضرت لك على حيوان اشتي عدد دي الحيوانات فرأيت من جنسه ومن شبيهه شيء كثير فما بالك ونحن نتحدث عن الله على الله تعالى كين نقصه بشيء ما إذن فاقطع اليأس كن آيس وقطع الطمع عن أن تدرك صفة من صفات الله سبحانه وتعالى على وجه الحقيقة فلا معنى لأن تبحث عن الكيفية فإن الكيفية لا يعلمها إلا الله قال الله سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما ولا يحيطون به علما وقال الله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء والذي شاءه الله تعالى أن نعرفه أن نعرف هذه الأسماء وأن نعرف هذه الصفات ولكن ما هي حقيقتها وما هي كنهها وما هي كيفيتها الله أعلم بذلك لذلك السلف الصالح أتبتوا الصفات ووكلوا علم حقيقتها إلى الله عز وجل فاستراحوا فاستراحوا إذا نادر قائد مهم جدا لابد من مراعتها أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك شروا لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين إنتاج خدمة الإمام الشاطبي الدعوية لا تنسوا الاشتراك في خدمة الإمام الشاطبي الدعوية والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد